احتفلت الكنائس الأرثودوكسية في قليم كردستان والعراق والعالم أجمع بعيد القيامة المجيد وحسب التقويم الشرقي فقد اترأس لأبي عقوب سعدي راعي كنيسة مار تشموني للسريان الأرثودوكس في برطلة والخوري داود دوشا كاهن الكنيسة قداسا مهيبا بالمناسبة حضره جمع غفير من المؤمنين وشارك في القداس جمع من الشمامسة وجوق الكنيسة الذي قدم تراتيل دينية بالمناسبة وبعد أن تلأ الأبي عقوب سعدي فصلا من إنجيل يحنى المقدس ألقى الخوري داود دوشا موعظة قيمة أشار خلالها إلى أهمية نشر المحبة والسلام بين الإنسانية جمعاء مؤكدا أن سر القيامة حدث خلاصي يتجاوز التاريخ والزمان هذا العيد الذي أعطانا الحياة من جديد الذي أعطانا الغلبة بربنا يسوع المسيح الذي داس الموت بموته وقام بالأموات هذا العيد الذي هو العيد الرئيسي والأسمى في المسيحية في هذا اليوم المبارك يوم قيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأبوات يشارك مجل السريان برطلة كنيسة برطلة للسريان في أرثوكس بمناسبة استقبال تهاني المهنئين بهذه المناسبة المباركة أقدم أجمل التهاني والتبركات إلى كافة المحتفلين إلى جميع المحتفلين بعيد القيامة المجيدة وبهذه المناسبة أيضا لا يسعني إلا أن أدعو أن يعمى الخير والسلام على المنطقة وعلى العراق والعالم جميعا بمناسبة عيد القيامة المجيد وهني أبناء الشعب العراقي وخاصة المسيحيين بسطورة خاصة بهذه المناسبة السعيدة راجيا من الله عز وجل أن يعمى على العراق الخير والأمن والسلام وفي ختام القداس الذي استغرق زهاء الساعتين قدم جوق كشافة كنيسة برطلة معزوفات موسيقية جسدت معاني عيد القيامة التي هي معاني المحبة والسلام ونشر الأمل والفرح بين أبناء البشرية جمعات موسيقى 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 موسيقى